بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن 7 types of EIGRB buckets أو الأنواع السبعة للبكتز الخاصة ببروتوكول التوجيه EIGRB EIGRB buckets يوجد لدينا أو في بروتوكول EIGRB سبعة أنواع مختلفة من البكتز عندما يتصل يتم تبادلها عندما يتصل راوتر EIGRB مع جيرانه وهي كالتالي عند الهلو بكتز وعند الاخنولوجمنت بكتز وعند الابديت بكتز وعند الكواري بكتز عند الريبلي بكتز عند الاس آي اي كواري بكتز وعند الاس آي اي ربلي بكتز بالنسبة للأبديت والكواري والريبلي والاس آي اي كواري والاس آي اي ربلي بكتز هي أيضا يطلق عليها ريليبل بكتز يعني بكتز موثوق فيها وذلك لأن EIGRP يتأكد من أنها جميعها وصلت سليمة وبالترتيب الصحيح إلى وجهتها وإذا اكتشف أنها لم تصل سليمة أو لم يستلم تأكيد على أنها وصلت من جاره عندها يقوم بإعادة إرسالها الـ EIGRP Packets in Action يمكننا من خلال الأمر على راوترات سيسكو اللي هو Show IB EIGRP Traffic يرينا إحصائيات حول جميع الـ EIGRP Packets التي قام الراوتر بإرسالها واستقبالها عندي هنا مثلا عندي الـ Hello عندي طبعا القيمة الأولى هي إرسال والقيمة الثانية هي استقبال هو أرسل 1132 Hello Packet واستقبل من جاره 690 Hello Packet عندي الـ Update Packet هو أرسل 169 Update واستقبل 428 Update بالنسبة للـ Queries هو لم يرسل شيء ولم يستقبل شيء وبالنسبة للـ Replay على الـ Query أيضا لم يرسل شيء ولم يستقبل شيء وعندي الـ Acknowledgement اللي هي التأكيدات هو أرسل 74 تأكيد واستلم 191 تأكيد وعندي بالنسبة للـ SIA Queries هو لم يرسل شيء ولم يستقبل شيء وعندي هذه هي بالنسبة للـ Packets السبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة أنواع من الـ EIGRP Packets على مستوى راوتر الـ EIGRP طبعا مع راوترات سيسكو كل نوع من الأنواع السبعة للـ EIGRP Packets سوف نتكلم عنه بالتفصيل في هذا الفيديو ونبدأ مع الـ Hello Packets عند تفعيل بروتوكول الـ EIGRP على منفذ من منافذ الـ Router Interface فسوف يتم إرسال Hello Packets بشكل دوري ومنتظم حيث يتم استخدامها لتحديد راوترات الـ EIGRP الجارة والتحقق ما إذا تم إعداد هذه الروترات الجارة بالشكل الصحيح أم لا وهي مثل الإعدادات الصحيح هي مثل الـ IP subnet الصحيح استخدام نفس رقم الأتونو السيستم قيم الكي ونفس أن يتم استخدام نفس الـ authentication وإذا كانت معدة وهي طبعا وهي تعمل كآلية طبعا إذا تم بعد كذا إعداد علاقة الجيرة عندها راح تعمل كآلية كيبالايف يعني راح يتم من خلالها حفظ علاقة الجيرة بين راوترات الـ EIGRP فيما بينها البين وسوف يتم إرسال الـ hello bucket على عنوان البث المتعدد 224 أو اللي هو الملتيكاست 224.0.10 هذا على مستوى الـ IPv4 أما على مستوى الـ IPv6 فسوف يتم استخدام عنوان الملتيكاست اللي هو FF02 double column A أما إذا علاقة الجيرة تم إعدادها يدويا static بحيث أن أنا دخلت أثناء إعدادات الخاصة ببروتوكول الـ EIGRP وكتبت الأمر نيبر وحددت مين هو الروتر الجار عندها الـ hello bucket سوف ترسل إلى هذا الروتر الجار بشكل مباشر حيث سوف يتم إرسالها إلى عنوان الـ IP الخاص بالراوتر الجار وتلقائيا سوف يتم إرسال الـ hello bucket كل خمسة ثواني وذلك في منافذ الـ N-MBA اللي هي Non-Broadcast Multiple Access اللي هي مثل Frame Relay واللي هي تعمل بسرعة 1544 كيلو بايت بير سكند فأقل وتلقائيا سوف يتم إرسال الـ hello bucket كل ستين ثانية طبعا هذا معايش اللي تكون بطيئة ستين ثانية أما في الشبكات المحلية بيتم إرسالها كل خمس ثواني أما شبكات اللوان البطيئة زي Frame Relay لا بيتم إرسالها كل ستين ثانية عشان ما يضغط على ويستهلك من السرعة اللي هي أصلا بطيئة اللي هي أجير بها hello bucket قيمة الأوب كود الخاص فيها هي خمسة وهي ليست تأكيد يعني راح نشوف أن الأكناولوج منت باكت هي أيضا الأوب كود أو الأوب كود هي خمسة ولكنها راح تكون أيش اكناولوج منت تأكيد الاكناولوج منت باكت وهي ترسل من المستلم إلى المرسل اللي أرسل البيانات كتأكيد أن المستلم قد استلم هذه البيانات الاكناولوج منت هي ترسل كتأكيد على استلام كل من الـ update والـ query والـ reply والـ SIA query والـ SIA reply والـ acknowledgement هي دائما يتم إرسالها بشكل مباشر يعني يتم إرسالها يونيكاست إلى المرسل للبيانات كتأكيد بالنسبة فيما يتعلق بتنسيق الاكناولوج منت باكت هي بشكل أساسي راح تكون طبعا يتم استخدامها بشكل أساسي في التأكيد ولكنها راح تكون فارغة لن تحتوي على أي type length value ولن تحتوي أيضا على أي معلومة وسوف تحتوي فقط على الباكت هيدر وسوف يتم فيها تحديد آخر رقم تسلسلي للاياجر باكت اللي تم استلامها ويستخدم الاكناولوج منت باكت قيمة 5 للـ OP code مثل ومثل الهالو باكت الـ Update Packets وهي تحتوي على تحديثات المعلومات الخاصة بالتوجيه وتستخدم لنقل البيانات للوصول إلى Destinations المختلفة الـ Update Packets من الممكن أن يتم إرسالها Unicast أو Multicast ولإرسال الـ Update Packets في الحالات التالية عندي عند إنشاء وبناء علاقة جيرة جديدة سوف يتم إرسالها Unicast إلى الراوتر الجار الجديد اللي تم اكتشافه بعد أن تتم عملية المزامنة بشكل كامل فيما بين أجهزة الراوترات فسوف يتم إرسال التحديثات كMulticast إذا لم يقم إحدى الراوترات الجارة بإرسال تعكيد على استلام الـ Update Packet فراوتر الـ EagerP سوف يقوم بإعادة إرسال الـ Update Packet كـ Unicast إلى الراوتر الجارة الذي لم يرسل تأكيد الاستلام عندي على منافذ الـ Point-to-Point أو نقطة لنقطة للإعداد الثابت الـ Static Configuration للراوترات الجارة لـ EagerP دائما سوف يستخدم الإرسال المباشر Unicast لإرسال التحديثات الـ Update Packets يتم إرسالها بشكل موثوق فيه وبالتالي يجب دائما أن يتم إرسال تأكيد على استلام الـ Update Packet وفي حال قام المرسل بإرسال الـ Update Packet ولم يستلم تأكيد من خلال الـ EagerP فسوف يقوم بإعادة إرسالها والـ Update Packets يتم تحديدها بالرقم واحد في خانة الـ OP Code الـ Quarry Packet الـ EagerP Quarry Packet هي تستخدم لكي يتم إشراك الجيران في مهمة البحث عن أفضل مسار مؤدي إلى Destination والـ Quarry Packet هي مثل الـ Update Packet من ناحية أنه يتم إرسالها بشكل موثوق فيه الـ Quarry Packet من الممكن إرسالها Unicast أو Multicast وتلقائياً يتم إرسال الـ Quarry Packet كـ Unicast وإذا لم يستلم من جاره تأكيد على الاستلام عندها سوف يتم إعادة إرسال الـ Quarry Packet مجدداً كـ Unicast على منافذ النقطة لنقطة الـ Point to Point وعلى الروترات الجارة المعدة يدوياً Static دائماً راح يتم إرسالها Unicast اللي هي الـ Quarry Packet نلاحظ أنه مع كل Quarry Packet يتم استلامها سوف يتم إرسال تأكيد Acknowledgement Packet وهذه ليست الرد على الـ Quarry Packet وإنما هي تأكيد على استلامها والرد هو عن طريق الـ Replay Packet الـ EagerP Quarry Packet هي يتم تحديدها بقيمة 3 في خانة الـ OP Code إذن الـ Quarry Packet لما يكون الروتر لـ EagerP عنده مسار معين للوصول إلى شابكة معينة ولكن هذا المسار انقطع وحصل فيه مشكلة فعندها راح يرسل الـ Quarry Packet يعني هي عبارة عن استعلام إلى جيرانه اللي هو متصل فيهم وبين وبينهم علاقة جيرة EagerP يسألهم ويستفسر منهم هل يوجد أديكم مسار يؤدي لهذه الشبكة يعني على أساس أنه قد يكون لدى هذه الروترات مسار آخر يؤدي لهذه الشبكة اللي فقد راوتر الـ EagerP المسار المؤدي إليها ولابد أن تقوم الروترات اللي تستلم الـ Quarry Packet بإرسال تأكيد استلام سواء كان بعد كده الرد راح يكون نعم يوجد لدينا مسار أم كان الرد سلبي لا يوجد لدينا مسار بس في كل الحالتين لابد أن يتم إرسال تأكيد على استلام الكواري باكيت من خلال إرسال الـ Acknowledgement Packet اللي راح تحتوي على رقم الكواري باكيت اللي رقم التسلسل الكواري باكيت كتأكيد على أنه استلم الكواري باكيت من هذا الروتر اللي قام بإرسالها الـ Replay Packets الـ EagerP وهي يتم إرسالها كرد على الكواري باكيت وسوف تحتوي على المسافة الحالية للـ Destination بعد الأخذ في الاعتبار حساب التغيير في التوبولوجي الذي أدى إلى الاستعلام الكواري باكيت الـ Replay Packets هي دائماً يتم إرسالها كإرسال مباشر يعني راح يتم إرسالها إلى المرسل لـ الكواري باكيت ويتم إرسالها بشكل موثوق فيه بحيث لا بد أن يستلم رد على اللي استلمها من خلال يعني تأكيد على الاستلام من خلال الـ Acknowledgement Packet الـ EagerP Replay Packets هي تم تحديدها بالرقم 4 في خانة الـ OP Code الـ SIA Query and SIA Replay Packet الـ SIA هي اختصار للـ Stock Inactive الـ Router عندما يفقد المسار المؤدي إلى شبكة معينة فسوف يقوم الـ EagerP Reuter بإرسال الكواري باكيت وهي عبارة عن استعلام من الراوتر يرسله إلى جيرانه يسألهم إذا كان لديهم مسار إلى هذه الشبكة أم لا والرد هو راح يتم من خلال الـ Replay Packet والفترة الزمنية اللي راح يتم استهلاكها لإرسال الكواري باكيت واستلام الرد عليها من خلال الـ Replay Packet هذه الفترة الزمنية يطلق عليها Stuck Inactive بحيث الراوتر إذا استلم بيانات مرسلة إلى هذه الشبكة فلن يقوم بمعالجتها لأنه في حالة Stuck Inactive فيما يتعلق بهذه الشبكة والمدة الزمنية للـ Stuck Inactive قد تطول أو تنقص حسب عدد الراوترات في شبكة الـ EagerP ووجود الرد هل هو في راوتر EagerP جار قريب أم بعيد وذلك لأن الراوتر الـ EagerP عندما سيرسل كواري باكيت إلى جاره والجار إذا لم يجد مسار لهذه الشبكة عندها سوف يرسل كواري باكيت إلى راوترات الـ EagerP المتصل بها بشكل مباشر وهذه الراوترات إذا لم تجد المسار فسوف ترسل كواري باكيت إلى راوترات الـ EagerP المتصل بها بشكل مباشر منما يجعل الكواري باكيت ترسل إلى جميع راوترات الـ EagerP في الشبكة راوتر الـ EagerP الأصلي الذي قام بإرسال الكواري باكيت إذا تأخر الوقت ولم يستلم من جاره الربلي باكت عندها سوف يقوم بإرسال الـ SIA Quarry Bucket وهي تعني أن يقوم الراوتر بإرسال سؤال لجاره ليتأكد هل ما زال الجار يعمل على الـ Quarry Bucket إذا الراوتر الجار ما زال يعمل على هذه الـ Quarry Bucket عندها سوف يرسل الـ SIA Replay Bucket إلى الراوتر المرسل للـ SIA Quarry Bucket وكل من الـ SIA Quarry Bucket والـ SIA Replay Bucket سيتم إرسالها بشكل موثوق فيه وذلك لأنه عندما يتم استلامها سيتم إرسال تأكيد المرسل بأنه تم الاستلام وبعد كده سيرسل الرد عندما يستلم المرسل للـ SIA Quarry Bucket يتم إعادة تشغيل المؤقت لانتظار الـ Replay Bucket وفي كل مرة ينتهي التوقيت الخاص بانتظار الـ Replay Bucket فسوف يتم إرسال SIA Quarry Bucket مجددا وإذا تم استلام الـ SIA Replay Bucket فسوف يتم إعادة توقيت لانتظار الـ Replay Bucket كل من الـ SIA Quarry والـ SIA Replay Bucket سوف يتم إرسالهما Unicast الـ SIA Quarry بتستخدم الرقم 10 للـ OP Code والـ SIA Replay بتستخدم الرقم 11 للـ OP Code إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته